بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة تطوير مهارات الحل الرياضي هنكمل فيها مع بعض ما بدأناه في الحلقات السابقة أنا بقالي أربع حلقات كاملين قاعد بصورهم وراء بعض ولسه ما قمتش أنا بقفل وبفتح بقفل وبفتح الحلقة تحت النهاردة إكمال اللي احنا بدأناها في الحلقات اللي فاتت رجاء بص في الوصف افتح السلسلة بتاعت اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بص على قائمة التشغيل وتكون جاي معايا بالدور من الحلقات اللي فاتت بنعمل إيه بقالنا كتير بنحاول أثبت لك أن جميع القوانين أو العلاقات الرياضية الجبرية اللي انت خدتها يمكن التعامل معها وإثباتها بشكل هندسي بشكل بشكل فيجولايزد مرئي للتأكد والتيقم من صحة الأرقام اللي انت عملت خطها والمعادلات اللي عملت كتبها والدرس اللي فات ارجع لآخر وكده هتتأكد من اللي بقولك عليه عرفتك فيه ويب سايت مشهورة جدا Mathematics Magazine مجلة الرياضية بيتنشر فيها أبحاث كتير جدا وواردتك إزاي تقرأ البحث ده وتفهمه وكنا بنقرف حاجة بعنوان proof without words إثبات بدون كلمات إثباتات كلها فيجولايزد والدرس اللي فات أثبتنا حاجة كنت محضرها أثبتناها وأثبتناها بطريقة أخرى ما كنتش محضرها أثبتتها معك live ارجع للدرس عشان تشوف أنا والله أنا والله أمرأ رأها فعلا ساعتها فالنهارده آخر الدرس اللي فات فتحنا مقال عشوائي وقلت لك أنا هوقف أفتح درس جديد واشرحها لك على طول أنا والله حالا لسه قافل وفتحنا بالضبط عليها عمش إي حاجة وما فيش أي break أنا فتحت إحنا ساعتها فتحنا عشوائي على دي randomness بقمة العشوائية فتحنا عليها قلت لك أشرحها لك يلا أشرح لك دي بتتكلم عن إيه لأنني قلت لك أني لو امتلكت الآلة الجيدة في الفهم تقدر تفهم أي حاجة تعال نشوف هو عايز يعمل إيه دي ونشوف هو عمل إيه هنا بالنظر مفيش أي حاجة هنعملها أنا هذاكر معك أنا زي موتاكت الناس بتقول لي قول لي بتحضر الحلقات إزاي أنا بوريك بحضر إزاي أهو فتحنا عشوائي الدرس اللي فات بشوف الساعة اللي كنت بسجل فيها هتلاقيه كان 12 ونص دلاتي 21 فتحنا حاجة أهي فهمنا هو عايز يعمل إيه بسرعة وإنت الدرس اللي فات هنأعملها دلاتي مع بعض الراجل دي عايز يزبيت حاجة سهلة قوي مش إحنا اتفقنا الدرس اللي فات أصلا إن إحنا أثبتنا إن أي سمميشن لما أي مجموعة من الترمات إيه بقى تتضير في أر تبقى إيه أر تتضير في أر كمان تبقى إيه أر سكويرد إيه أر تكعيب زائد نقط 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 لحد الإنفينيتي إن ده من سميه الـ Geometric Series أو الـ Infinite Geometric Series Summation وإن ده أثبتنا إن ليه Close the Form نقدر نكتبه عليها إنه بيساوي العنصر الأول على 1 ناقص الر بس بشرط لازم تقول الشرط ده حيثه إن معيار الر دي أو المجنيتيود بتاعها لازم يكون أقل من الواحد الكلام ده إحنا أثبتنا الدرس اللي فات بطريقتين مختلفتين أتمنى ترجع له وأثبتنا قبلها بطريقة ثالثة إحنا أثبتنا بثلاث طرق لحد الآن عايزين بقى نثبته على حالات خاصة وهي إيه ندي الر دي قيم ويطلع لك حلول تانية خلي بالك القانون ده صح إن جنرال أثبتناه بشكل جنراليز for any value of R بشرط إنها تكون كسر أثبتنا القانون ده كشكل عام بالثلاث طرق لحد دلقتي تعال نثبت بقى بطرق جديدة بس عند حالات خاصة برحتك أنا عايز أثبت عند حالات خاصة زي إيه عايز أثبت لو أنا عندي الإي دي بواحد مثلا أو باتنين أو بخمسة براحة أنا أختار واحد يعني هبدأ برقم واحد وهضربها كل مرة بص في نص خلي بالك ممكن أضربها في نص فتبقى واحد زائد نص زائد ربع زائد ثم واخد بالك ده بضربه في نص يديني اللي وراء ده بضربه في نص يديني اللي وراء يعني أكدني بقولك واحد زائد نص قص واحد وده أصلا أكنه نص قص زيرو وده أكنه نص قص اثنين ليه ربع نص قص ثلاثة إيه ده؟ ونكمل للأبد قلت لك إن ده هيكونفرج ولا لأ هيكونفرج طبعا هيتقارب لأن رقم عمالي اللي 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 هتلاقي النتج بتاع الإجمالي ده كله مش انفينيتي ولا حاجة ده بيديك رقم الرقم ده كامل وانت جدع ده سهل أقوي على الفكرة عارف ليه؟ واحد متر بعدها أدي أول قيمة هنضيف عليها نص أكني أكني من هنا للأرض أدي الأرض هي ده متر كمان صح؟ المتر ده أنا هضيف نصه بعدها هضيف نص اللي باقي بعدها هضيف نص اللي باقي نص اللي باقي هتعطي ديف نص اللي باقي نص اللي باقي حد ما تلاقينا الإجمالي كله كام واحد برضو يعني إجمالي النتج ده كله اتنين بالنظر أصلا مش محتاجة أشرح شرحناها كتير قوي في الدروس اللي فاتي تعالوا نجيبها يعني دي عبارة عن عبارة عن لنص حيث الان بتبدأ من أول زيرو لحد انفينيتي الشكل ده بيسوي ايه؟ دي انفينيتي جيومتريك سيريز بحيث العنصر الأول مقدر واحد على واحد ناقص الحاجة اللي بضرب فيها كل مرة هي نص بس السؤال نص إيه؟ أنا بضرب كل مرة في نص بالموجة فيبقى واحد ناقص آر قد دي الارة هي الار هنا بنص واحد ناقص نص بنص يتقلي في فوق مقام المقام يطلع بسط يديك إيه؟ واحد على نص لو معاك غيف وقسمتوا على نصين هيديك نصين اهو أنا ما كملتش الجملة يبقى اللي جابة اتنين واحد على نص لكني بقولك الواحد في كم نص في نصين يعني عشان فيه ناس حفظاهم فكرة ان ايه صح لاني قالوا لي في المدرسة مقام المقام يطلع بسط أنا ما اقول ديه للتسهيل لكن هي مفهومة كconcept فالنتج اتنين زي ما احنا قلنا عايزين نثبت ده بشكل visualized ما نستخدمش العلاقة دي لا أنا عايز أستخدم حاجات مرئية مش عايز أرجع العلاقة دي نفسها أثبتناها بشكل visualized خلاص عايزين نثبت بقى كل حلقة خاصة بشكل visualized تعال نسبة دي في حالة powers of nus نجيبها ازاي اول عنصر واحد بعدها انا طبعا هسرع لان انت جاي من اللي فاته رجاءا مايفاش تبدأ هنا اه ابدأ تمام وكل حاجة واستمتع بس يعني يفضل اوي يكون جاي من الحلقات اللي فاته عشان تكون فهم انا بعمل ايه فان هنا عندي واحد زائد نص زائد نص تربيع زائد نص تكعيم دي ممكن نعملها بطريقة جميلة اوي زي ايه طيب هنعمل ايه بقى هنقولك التالي هنقول انا عندي الصميشن احنا عايزين نجمعها ونعملها بشكل visualized هي عبارة عن نص قص زيرو اللي هي كناها واحد الواحد ده عايزين نجمع عليه نص وعايزين نقص واحد عايزين نجمع عليه بعدها نص قص اتنين رجاءا النص قص اتنين دي معناها نص في نص نص في يعني نص ال نص في نص يعني نص النص نص في نص الكلام بربع يعني ايه اصلا اللي حصل لما اقولك نص النص نص في نص يعني اكيني بقولك نص على اتنين مش انت بتضرب اي كسر بتضربه في البسط بس اساسيات جبر دي صح فلما اقولك معلش حترها تفيدنا في الشرح نص في نص اكيني بقولك نص في الواحد اللي فوق ده الكل على الاتنين اكيني بقولك معايا نص نص رغيف عايز اقسمه على فرديين كل رغيف ياخد كل فرض ياخد ربع رغيف فنص على الاتنين يعني ربع يعني قسملي النص الحتتين يعني ربع فهي دي معنى الضربة أصلا نص في نص يعني نص النص يعني ربع جميل عشان تقفاهم بس طب نص في نص في نص يعني نص قس ثلاثة اللي هي إيه اللي هي نص في نص في نص يعني معايا نص عايز أقسمه نصين طلع ربع الربع ده عايز أقسمه نصين هيطلع طم فهي من فكرة ايه؟ انا بس عايزك تفكر في ديلا انه هنشتغل ذاتي في areas هنبدأ بقى نتعامل ايه دلوقتي تعال نكمل خلينا اول 3 دول ونعمل بعدها نقاط 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 انا كده خلي بقى ده عمال ينقص بعدها ينقص اكتر فاكتر 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 فانا هكونفرج الكيرف بتاعها هيكونفرج فهيطلع ناتج اجمالي الاجمالي ده بيساوي كان بقى تعال اقول لك هنعمل ايه نمثل هذه الارقام اما باطوال اضلاع يعني في one dimensional space او one dimension او one d يعني او في two dimensional space نمثلها بشكل اطوال او نمثل او نمثلها في صورة حجوم اللي تحبه فاحنا المرة اللي فاتت تمثلنا في الدرس اللي فات القيم او terms اللي عندي في صورة اطوال اضلاع وجمعناها مع بعض وادانا الناتج النهائي طول ضلعي اجمالي فكده مجموعة اطوال اضلاع ادانا ضلعي اجمالي يعني بيكونفرج المرة ده امثل كل واحدة من دوله انها اريا الكلام ده جديد عليك لا طبعا اللي جاي معايا من اول السلسلة قطعا الكلام ده بسيط هنعمل ايه هقولك تعال بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي اريا كبيرة خالص استنى بس ان اعملها صح اهو جميل عندي اريا عبارة عن واحد في واحد يبقى اجمالي اجمالي اريا كام واحد نقدر ليه بقولك واحد في واحد هقولك انا حاجة حلوة اكيني ده بالنسبة لي صام اوبجيكت اوبجيكت معين صح مية في المية منه انا كتبقتي معايا الابجيكت كامل اهو يعني مية في المية من الابجيكت ده معايا لما اقولك انا عايز نصه يعني اما اقولك عايز رقم عايز نص يعني نص ده نص الابجيكت طب عايز ربع ربع الابجيكت صح كده طب هافرد الابجيكت نفسه بواحد عشان لما اقولك كلمة نص تبقى فاهم انها اكدنها نص في واحد يعني نص الاريا بتاعته صح كده يبقى عندي ابيتكت معين يعني ما يقولك حاجة افرض ان هو عبارة عن ايه في ايه يبقى الاريا بتاعته اسكوير فالنص ده اكدني نص اسكوير زائد نص تكعيب نص تربيع في اسكوير زائد نص تكعيب في اسكوير عالف معناها ايه نص الاريا ربع الاريا ثمن الاريا بدل ما نخلى الاريا موجودة معايا وفي ناخدها عامل مشترك فنجيب القيمة اللي احنا محتاجينها قالك تبما تخليها بواحد ونخلص بس انا عايزة خليك تفاهم اني ممكن نعملها غير الواحد ماينفعش احط رقم من غير ما قولك حطيته ليه او اجستفاي اني ممكن احط غيره ابرر ليك ان انا ليه حطيت الرقم ده بالزات فاحنا حطنانا للتسهيل لكن ممكن تحط اي رقم ممكن اختار اي object واخد نصه وربعه وتمنه ونشوف مجموعة ما على بعد هيسوي كام من ال object يارب تكون فاهم بسم الله الرحمن الرحيم ممكن اعمل لك لاتي ارقام غيرها بس انا هختار الواحد للتسهيل او واقول لك حاجة ده ممكن التسهيل هنا يقفي اختصار فيخليك ما تفهمش انا هختار رقم تاني هختار اتنين لأ اختار رقم كبير اشوي نقول تلاتة في تلاتة سهلة مربعه تلاتة في تلاتة بكام بتسعة تسعة تسعة مثلا يونت سكوير ده مسحته تسعة جميل انا عايز بقى نص المساحة سيحكم الواحد في الاول ده سهل الصعوبة في الباقي ده كام المجموع الباقي ده كله بكام ده السؤال عايزين نجيبه هندسيا هنضيف نص التسعة وربع التسعة على تسعة على تمن التسعة وهكذا تعال نشوف اللي هيحصل هذا الشكل ابو تسعة ده عايزين نقول هنضيف نصه يعني ادي نصه اقسم بالنص بالظبط اهو النص ده هنضيفه ادي اول حاجة ده معانا وده لسه على ربعه يعني ايه على نص اللي فاضل نص النص يبقى اللي فاضل ده هاخد نصه بتامعها تيجي نظلل نظلل ما نظللش ليه اهو اللي هزللو بالاخدر كده انا بجمعهم على بعض انا عايز اشوف نتج المجموع الاجمالي لكل الحاجات دي فانا ضفت نص الشكل زائد نص اللي فاضل نص النص اللي فاضل زائد نص النص النص يعني نص اللي فاضل صح؟ مش كده خلي بالك ده النص اهو مباشرة فأنا نصف مش ده معناه الربعة مش ده معناه التمن التمن يعني إيه؟ نص الربع طيب هو اللي فاضل الربع يعني خذ نصه بقى يعني دايماً هنضيف نص اللي فاضل آه ده نص اللي فاضل جميل وممكن أقتلك فوق كل واحد آه ده النص وده عزون لون يكون فائع يعني يبوز عينك آه ده نص النص يعني ربع ده نص تكعيب اللي هو تمن هنضيف إيه بقى؟ هنضيف آآآه نص اللي فاضل اللي هو نص قصة أربعة يعني إيه نص قصة أربعة؟ يعني مش ده نص قصة تلاتة؟ لما أخذ نصه يعني خذ نص بقى لفاضل ده وضيفه عليك انت عملت ضيف عملت ضيف إريا أكني بفصل ملاية قلت لك يا ابني المكان ده إريا فاضيا لسه قد ما نبدأ حطيلي نصها امتحطت اللي أخدر حطيلي نص النص اللي فاق نص النص التاني بقى متحطتش فوق ده نصف اللي فاضل. امتمال ليه اخضر. هو ده الاريا اللي بنملاها. الاضافة معناها حط حط حتة. طيب بعد كده النص قس ثلاثة هيه? عايزين نص قس اربعة يعني ايه? يعني نص النص قس ثلاثة. اهي نص قس ثلاثة هيه? ودي ادها. هحط نص بقى اللي فاضل ده. اهو. دي عبارة عن نص قس اربعة. عايزين نص اللي فاضل. اهو اللي هي نص قس خمسة. في نص اللي فاضل. نص قس ستة. في نص اللي فاضل. نص قس سبعة. قس ثمانية. قس تسعة. قس عشر. قس احداشر. قس اتناشر. ايه ده ده لما اتنس تو انفينيتي. تقريبا هبقى مالية السرير. لو ده السرير بتاعي وعايزها ملاب ملاية. بس انا راجل يعني ايه بملاها مقطعة. بحطها قطعة. فانا بعد عدد انفينيت من المرات. انفينيت نمبر من من مرات. من مرات الاضافة. بس كل مرة اصغر من اللي قبلها. هبقى تقريبا ايه مش تقريبا هبقى مليتر الملاية كلها. هبقى مليتر الملاية كلها اللي هي كام. الوبجكت على بعضه. يعني نقدر نقول ان لو دي نص ايريا. زائد ربع ايريا زائد طم ايريا. الاجمال بتاعهم والبعض هيديني الاريا على بعضها. شوف الاريا بتاعتك كام? فاحنا في المثال بتاعنا الاريا هنا اللي انا مضروف فيها هيديني نص الاريا كلها. واحد في واحد مثلا لو احنا كنا بدقين بواحد في واحد. شوف انت بدق بايه? ايه في ايه? ثلاثة في تلاتة تسعة في تسعة. هتبقى تبني الاجمالي كله. طيب ما بس خلي بالك انا هنا كاتب نص في واحد. يبقى الاريا بواحد. لكن واحد يقول لي ان انا لأ انا عايز الاريا تكون. سيدنا من دي ما عليش خلاص. اهي. هعزين بقى الواحد ده هنضيفه في الاخر مش قصة. هعزين نقول لك نص حاجة. زي لو مسلا قلنا هنبدأ باريا بتسعة. يبقى تلاتة في تلاتة. يبقى نص التسعة. في ربع التسعة. فمش عارف ايه انت ما تقول عام مشترك. تفهم الفكرة ايه? فهتلاقي ان العام مشترك الاخر ده طلع. واللي فاضل ده كله. المفروض يساوي ايه لو انت جدع. وهو لسه موجود. استنى. التسعة اهي. ده ده الاجمال بتاع الملاية. الملاية كلها تسعة. قلنا ان نص الملاية زائد ربعها زائد تمنها زائد مش عارف ايه? ادانا الملاية كلها على بعض. الملاية تملت. يعني ادينا تسعة. مظبوط. ادينا الملاية كلها. الاريا بتاعت الملاية كلها. طب ما تقسم كله على تسعة. هيطلع لك اللي احنا عايزينه بقى. اللي هو يبرر لك احنا ليه بدأنا بواحد عشان نخلص. تلع لك ان انا ممكن اشتغل على الاريا مواحد وخلاص. وطلع ساعتها ان الناتجة دايما هيساوي الاريا بتاعتي. شوف الاريا بتاعتك كام دايما الناتج هيكون بسويها. اي اريا في الدنيا لو خدت نصها زائد ربعها زائد تمنها زائد دا 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 وانت مكمل هتقفل الناتج نهائي على الاريا نفسها. فاحنا فرضنا الاريا بواحد للتسهيل لانك لو فرضتها باي رقم تاني. هيطلع الناتج هو الرقم بتاع الاريا. فهيتكنسروا مع بعض كلهم. طب وليس صداع. فردها بواحد واخلص. بس اثبتنا هو دي اثبتناه. مش هنا اثبتنا ان دي بقى حالة خاصة زي ما قلت لك اثبتناها فيجيولايز ده. بس من القانون الذي اثبتنا درس اللي فات. كان بيقول لك ايه على واحد ناقص ايه ناقص R. الا هنا معنى الاول قيمة اللي في واحد. على واحد ناقص R. اللي هي نص واحد ناقص نص بنص. بنص. واحد على نص. يعني الواحد جوا كم نص جوا نصين يعني اثنين. او في الورقة اللي منشورها في المجلة اللي احنا كنا بقديم بيها تعال نسبة حكا أصعب شوية الالترنيتينج جيومتريك سيريز وده عنوان الدرس غالبا تعال نشوف نسي ما اخترتش عنوين الدرس يعني هنضرب المرة دي يقف نص بس في السالب يعني هنقوم الأول ترمو واحد اللي وراء في سالب نص يبقى ديك ناقص نص قص واحد لكني ده نص قص سيرو ما تضيقش نفسك يا جميل بعدها زائد نص قص اثنين ليه ده ارفت ده في سالب نص كل مرة باضرب في سالب نص في سالب سالب يديني موجه بعد كده ارجع اضرب في سالب تاني فيديني سالب نص قص ثلاثة زائد نص قص اربعة اللي جاي من الدروس اللي فاتت فالكلان ده بنزاله يعني بسيط خالص ده احنا نتفعل ان هو بواحد حتى نخلص ده عبارة عن الصميشن بتاعت نص قص اين حيث الان بتبدأ من زيرو لحد وانا طالع لحد انفينيتي يقول لي طب فين السالب او محطط كده سالب واحد قص ان لما الان تبدأ بزيرو السالب هيروح اهو بالموجه طب لو بقت بواحد السالب هيفضل اهي بسالب باتنين الزوجي بشيل السالب يبقى بموجه الفرد يسيبه الزوجي يشيله وهكذا ده شكل ايه ده شكل الفورميلة اللي بتعبر عن الصميشن دي طبعا ممكن اقوم رافع الان عليهم كلهم مع بعض رجع كده بالساهم الورا هتكتشف ان عملت ايه نخلت السالب واحد جوه ورفعت الكل قص ان بس كده وده معنا ان انا فعلا بضرب كل مرة في سالب نص نعمل دي زي بشكل والله سهل برضو بس زي ما قلتلك المرة ده انا عندي اريا مش بضيف عليها نصها لانا بشيل منها نصها اه حلوة دي تعال نشوف المرة ده انا عندي الملاية موجودة وهذا قطع من الملاية الملاية نفسها موجودة كلها اهي ادي الارية بتاعت الملاية بتاعت السرير كلها موجودة هعد اقطع منها بقى ونشوف ايلا هيتفضل اول حاجة الملاية كلها الملاية هبدأ بالواحد الملاية كلها الارية بتاعتها واحد واحد في واحد صح هقطع من الارية دي نصها لكني نص في واحد نص الملاية اقطع دي نص يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم ادي اهو قطعنا نص دي بقى فاضل نص بس هو المظلم طيب قال لك بعدها ضيف ربع يعني ايه ضيف نص 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 اللي فاضل يعني هضيفه هاجي هنا او مواخد نص اللي فاضل ده واضيفه طيب بعدها بيقول لك شيل انت كده دفتل ايه نص اللي فاضل شيل نص الحتة اللي فاضلة يعني ايه انا عندي الحتة دي وحتة دي اديها بالزبط شيل نص الربع يعني عايز اقطع نص ده طيب ما بعد ما اقطعه اهو اهو اقطع كده أعطيت خالص بقى ده بس اللي موجود معايا بيقولك ضيف النص اللي زي دي بالظبط نص القطع دي هقوم جاي ضيف نصها إيه اللي اخبطة دي بقى أعود أشيل وحط أشيل وحط هتوصل لحاجة هتبقى صعبة حتى لو ننفع نوصل على فكرة ينفع ممكن نكمل معاك بس لا أنا عايز أجل لك نفس اللي في الورقة الشكل ده كده ينفع حسيتني لا مش أفضل شيء وانت مين قالك ان النص كده بس ممكن ناخد النص ده بالقطر عادي انت ليه خايف امسح 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 مش هو بيقولك اول حاجة انا عندي اريا مليانة اهي الاريا كلها مليانة انا بيقولك اقطع نصها انت ليه قطعت نصها بالطول لما تقطع بالقطر يعني اجا اقولك ده اوه قطعت النص ده اللي هيفضل موجود وده اللي تشال حلو ده مش النص ده ولا مش النص حلو دي بص بقى الابداع بص الناس بتفكر ازاي عشان بس مفيش وقت انا انا بالي كتير اقوى قاعد فارجع للدروس اللي فاتت اتنيني عدت افاهمك هم بيفكروا ازاي في حاجات كتيرة فالنهارده بقى اتعاد ده نقول بسرعة شوية بص جيه عمل ايه الحركة اللي جاي قالك انا عايز اضيف نص اللي فاضل نص النص يعني ربع هضيف الربع ازاي بقى فواحد جيه قال لي ممكن نعمل كده مسا يعني ده يبقى ده نص النص صح واحد قال لي انا ممكن اعمل كده بس مش ابقى عارف دي مين ولا دي مين هاخد وقت صح عايزين اعملها بشكل قلطف قالك حاجة سهل قوي مش ده واحد وده واحد يبقى الاريا الكبيرة واحد يبقى نصها الاريا دي نص والاريا دي نص طيب ما انا ممكن اجعل كده بس بس بما ان ده مسلس واحد في واحد فانهاجئ من نص من نص المنطقة دي ونص المنطقة دي اللي هو السنتر وقام موصل واعمل كده ده الكسف اللي هيحصة دلقتي سهل قوي دي نص في نص يعني ده نص قصة اثنين قصة جميل المكان ده ربع نكو تقول ربع نص قصة اثنين اللي هي ربع نص في نص الاريا دي مش كده دي معناها نص النص طب ما ده كله نص يبقى المربع ده فعلا نصه ايه رأيك يعني نقدر نقول ان المسلس ده لو اسمنا الحتتتين هيبقى مربع ومسلسين مجموعة المسلسين قد المربع ومنطقية جده نعرف لو انت بتاعف تتخيل خد المسلس ده وشقلاته كده شقلاته شقلاته والذقف ده هتليه قفل شكل المربع بقى مربعين قد بعض لو خدت ده بالظبط ومتريح لازق فوق هتلاقي الشكل بتاعبه عاملت زي بقى كده اهو انا خدت ده ودورت بقى هنا بقى المربع ده قد ده فمن فكرة ايه فعلا قسمنا المسلس التحتاني لنصين قد بعض فعلا بس قسمنا ايه مربع ومسلسين طب ايه بقى اللي أجلت عشانه كده وبيقول لي اول حاجة واحد الكبير خالص شيل نصه قدين شيلت نص المسلس النص المربع اللي هو المسلس التحتاني بقى ديف ربعة هضيف الربع ده بقى هضيف الربع ده شيل نص الربع ده نص نص الربع يعني ايه نص اور السلاته شيل نص الربع الذي ضفته فهوم جاي شيل النص كيف يمكنك؟ بالطريقة القديمة بالقطر مرة قطر مرة مربع ضيف ضيف نص اللي فاضل فهوم جاي على هذا وهوم يضيف نص نصه كيف؟ بمربع أو بنفس الطريقة هيقولك بعدها شيل نص قص خمسة يعني نص النص قص أربعة اللي هو هذا هذا النص قص أربعة شيل نصه فهوم شيل نص كيف بالقطر بس لعبة سهلة أول والله الممتعة اللي عملها هو والله راجل مخ وشغال نار بعدها قال لك ضيف أكيد بقى وراء نص قص خمسة ههو هتقول لك ضيف نص قص ستة هتم ضيف ايه؟ نص قص ستة يعني نص النص قص خمسة اللي هو ده كله هضيف نصه تده نص قص ستة اللي هو ده هضيف نصه هتقول جاي هنا ههو وعامل كده مرة مسلس مرة مربع مرة مسلس مرة مربع اهو بعدها تقوم حاطب كده 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 وكل مرة هاعد ظلل المثلسات ماهو فيه بترن بقى مش محتاجين نعمله أصلا فيه بترن زاهر ان المثلس هو اللي بتزلل واخر بالك مسلسات جوا Prose وングبع هذه عبارة عن ايه? ده ناتج الحاجة الالترنيتنج اللي بتحصل مرة مربع كبير ده شلت نصه اللي هو مخلص المطفي و depois ضيفنا نص المثلس اللي اللي فائد مضفي فضيفنا الحتة دي اللي هو المربع كله بعدها سيenge صدي sorry aisia انا تعيبت ولا أنا أبقى لي كثير قاعد أصلاً، فإنه لا يمكن أن نوضحها مثل الذي فاته، الذي فاته ستجعله قوي، الحت ريسال خالص، خلاص، طيب، ناتج جمع كل الأشياء للنهاية للنهاية، واضح أنها عمها تصغر، عمها تصغر ولا نزل تحتها تجد هنا نقطة، فنستطيع أن نقول أن ناتج جمع كل الأخضر هو هذا الذي فاضل من الاريا، صح؟ من عايز أن أقول لك الاريا هو السؤال بيقول لك إيه؟ الواحد عندما تشيل ملايات كبيرة، عندما تشيل نصها، ورجع ربعها، وشيلته منها، ورجع مش عارف إيه، هيتفضل إيه؟ مدار مطلوب، هيتفضل إيه؟ من الملايات؟ يبقى هيتفضل كم من الملايات التي هي واحد أصلاً؟ ملايات إريا واحد دعتها، هيتفضل كم منها؟ تعالوا نرى اللغدر ده مجموعه كم بقى؟ تعرف تقول لي مجموعه كم؟ والله تبقى ذاكي، والله تبقى راجل عظيم، هقول لك بسهولة شديدة، أولاً، بص الحتة اللي جاء دي، ركز معي، أنت تعرف تجيب الاريا دي؟ باسمها إيه؟ هندسياً دلوقتي حالاً؟ أه، تقول لي، دي نص المربع، يعني دي عبارة عن الاريا دي بنص، فاضل نص الملايات، المشكلة في دول، دول كم بقى لو أنت جدع، يعني كده أنا عارف أن فاضل نص الملايات وحاجة معاها، يبقى الناتج بتاع ده هو نص زائد حاجة طيب، إيه الحاجة دي بقى؟ تعال نشوف، هقول لك واخد بالك أن فيه منظر كده جميل، زي مقابل نلعب زمان بالخشب كده، فيه منظر اهو، لو خدت بالك المنظر ده عبارة عن إيه؟ تلات مسلسات، لو جدت بص للتلات مسلسات دول، هتلاقي أن ده بادئ من نص الضلع، رايح لنص الضلع، ونزل تحت، وبيقفل معاك، أكني أسامت المسلس الكبير ده لأربع مسلسات، المسلس ده، والمسلس ده، والتنين قد بعض والتنين دول مع بعض، قد المسلس ده مع المسلس ده، والعجيب أن كل الأطوال نصاص، يعني المسلس اللي فوق ده، أطوال أطلعه إيه؟ نص ونص، وده نص ونص، وده نص ونص، وده نص ونص، ونص، ده أنا مقسم كله، يعني الهربع مسلسات قد بعض، يبقى نقدر نقول أن المسلسات كلها قد بعضها، الصغيرة دي، طيب ده يفيدني في إيه بقى؟ شايف الشكل الجميل ده؟ أهو، إذن اللغدر هو تلته تلته، طيب، والشكل ده معايا تلته، أهو اللغدر تلت، تلت الشكل، والشكل ده تلته، بغدر، تلت بغدر، تلت بغدر، تلت بغدر، طيب ما إذا كان كل الأشكال اللي ورا بعض معايا تلتها، يبقى معايا تلت الشكل الإجمالي، لوجيك، منطق، إذا كان معايا من كل المسلسة النص ده كله، المسلسة الكبير، لو كل قطعة من قطعة المكونة لي، اللي أنا بعملها بالعرض دي، لو أنا معايا تلتها، يبقى أنا معايا تلت كل قطعة من الأجزاء، يعني لو ده الجزء الأول، وده الجزء الثاني، وده الجزء الثالث، وده الرابع، والمسلس ده الكبير، بساوي، الجزء الأول، زائد الثاني، زائد الثالث، وأنا مكمل، فأنا يقولك أنني أريد أقاب ده اللغدر ده بيساوي كام، فهتقولي، اللغدر هو عبارة عن، تلت الجزء الأول، زائد تلت الجزء الثاني، زائد تلت الجزء الثالث، وأنا مكمل،؟ طب이라고 لن أأخذ، Ble 3 عامل مشترك، ويتبقى اللغدر، اللغدر كله مجموعه، لكتع الخضراء في النص ده، بساويianaotte� المسلس كبير، لان آخذه عامل مشترك، هتفض الجزء الاول زالتين زالتالت اللي هو المثلث الكبير قلب به فهي من فكرة ايه لو انا عندي سلة مليانة للطفاح جميل احيانا توضيح الوضعات يزيدوها غموضا ولهذا لن اضرب هذا المثال الموضوع واضح لو انا عندي المثلث الكبير ده مكاوم من اجزاء الاجزاء دي لبل ورب وانا معايا من كل جزء منهم تلته يبقى انا معايا تلت المثلث الكبير يبقى اللغدر ده كله اللي متكرر تحت ده عبارة عن تلت المثلث الكبير مساحته كان بقى ده طول دلعه واحد وواحد يبقى تلت في مساحت المثلث اللي هي نص القاعدة في الارتفاع هاف البيز في الهيط يعني تلت في نص يعني ستس ستس اللغدر اللي هنا كله مساحته ستس ستس الملاية ومعايا نص الملاية يبقى اجمالي اللغدر اللي فاضل بعد ما اعمل الطرح التبادلي ده اجمالي اللغدر اللي هتفضل نص الملاية مع ستس الملاية من تحت هنا يبقى نص زائد ستس طيب النص ده عباره عن إدراف تحته في فوق في 3 هيبقى 3 على 6 3 على 6 اجمع مع بعض المقام متوحد هيبقى 4 على 6 يعني 2 على 3 بس كده اللي يبقى الـ Geometric Series الـ Alternating Geometric Series الـ Infinite Alternating Geometric Series اللي قدامك اللي عملت الـ Alternate مرة مجب مرة سالب بس بنصاص هتـ Terminate في الآخر أو هتقفل في الآخر عند 2 على 3 وده اللي احنا عارفينه بالقانون القانون بيقولك ايه على 1 نقص R الاول قيمة بواحد الـ R بسهال بنص يبقى يخليك دموجة المجموع ده بـ 3 على 2 يتشألي بيطلع فوق بـ 2 على 3 مبروك عليك اي خدمة عملنا لها Visualization اثبتناها اتمنى تكوننا فاهم القصة وخلي بالك بقى دول احنا جايبينها مرة فغت والله عشوائي ارجع للدرس اللي فات بص في اخره الورقة اخترناها عشوائي عشان اثبت لك ان اللي فهم هيفهم اي حاجة بص بقى هو هنا فعلا proof without words اثبات بدون كلمات عايز يقولك اثبات الـ summation دي اللي هي alternating بس كل مرة بنضرب في سلب نص عمل ايه خد الـ area الكبيرة شل نصها رجع ربعها شلته منها رجع 1 على 16 شل 1 على 32 لحد ما لقى الشكل في pattern وقال لك بالملاحظ بس هو بقى عمل حركة يعني مش حلوة ام تعملهاش عمل حركة مش حلوة ام تعملهاش خالص او عمل ايه ام ام اكمل المثلث بعمل اسمها ايه ضغطت كده وكمله لمثلث اكبر طول ضلعوا 2 في 2 عشان يقولك ان انا معايا تلت المثلث الكبير ده بقى يعني خلق شكل ايه الشكل اللي هو بالورب ده خلق واحدة كبيرة عشان نقول ان احنا معنا تلت الاجمالي طب احنا ممكن نقول ان دي اصلا لوحدها بنص والباقي هو اللي نعمل فيه حركة دي فسهلة صح صح انا حبيش اعملها حبي بخد كل الترمات مع بعض برضو طرقتنا احنا لزيزة يقولك ده اسماء المشاركين واسماء كل حاجة اديك فهمت ومن جامعة ايه ومدي كل تفاصيل وحقوق ملكيتهم وانا يعني بارجع هذه الحقوق اليهم لما ربنا ارزقنا ونعمل احنا حاجة بقى بقى دينا فعلا نبقى ننزلها بس الخطوة دايما بتبدأ بانك تفهم ما وضع لتضع انت امور جديدة عندك الموقع عليه مئات بص مش عادة اقولك ايه الاف من الاوراق البحثية اللي ممكن تقراها بنفس الطريقة ارجع اهو عدنا نقلب المرة فاتت واخترنا حاجات عشوية ده كله بكلمة واحدة ببحث بكلمة واحدة بحثنا ايه proof without words اكتب بص خش عليها يتعلق حاجة جديدة وضع ممتع جدا ايه دي هو يا عم ورقة بحثية تحفة فيها كلام بقى ده ممكن يبقى اشرح لك والله ممكن اقعد قراءها معاك انا الاثنين دول اللي فاتوا دول قرأتهم معاك مباشر ده كمان انا نشرها تقريبا اسمها امال شريف رسلان من جامعة ايه تعالوا نشوف خش وشوف من جامعة ميتشجن بس هيشكلها عربي هي عربي فاهم كمان في ناس عرب بينشرها هو مش كاتب هيش عارف الصراحة مهمmoi فبيدي لك إفضاد بحاجة تانية وخش در دور كده جاب قطعه وقعد يقسمها وفراتهم عن بعض المهم ففيه افكار كتيرة جدا اكد افهم فيها مش هتفهم كل الافكار طبعا مش فيش وقت لده تتنتقي منهم لحد ما تتمكن ولما تتغير عليك فكرة في يوم الايام طرف تفهمها خلينا نقفل لحد هنا ونفتح فيديو جديد نصور فيه أفكار جديدة تعالى يا صديق العزيز ولا تنسى الصلاة على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقبل الدرس الجاي والسلام عليكم